الجو حر جدا ولا مستحمل الواحد يخش المطبخ ولا يقف قدام فرن ولا حتى بتجاز عايزين وصفة تكون سهلة وكمان من غير مواعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة سنسونة سلوة عارفين كده لما بيجينا الإحساس مش عايزين نطبخه النهاردة عايزين نوفر مجهودنا ونعمل حاجة سريعة وسهلة هنعمل النهاردة وصفتين أول وصفة نزلتها معاكوا قبل كده ودا يكون جزء التاني ودلوقتي وصفة تانية جميلة جدا باستعمال اللحم المفروم تقريبا عندي النهاردة ربع متجرام من اللحمة ونحط عليها شوية توابل هتدي طعم حلو جدا بس ما نقطرش كفاية قوي ربع معلقة من كل حاجة بابريكا وفلفل اسود بصل بودر والبردقوش والسبع بوهرات ونحط الملح وربع معلقة بس صغيرة من الباكين بودر هنلبس جلافز عشان الموضوع يبقى سهل معنا ونبتدي نعجن اللحمة المفرومة زي بصوا وصفة النهاردة سهلة جدا والوصفة التانية كمان سهلة يعني الوصفة التانية هتكون ببواقي حاجة عندنا اما دي لو عندنا شوية لحمة مفرومة ممكن نعمل بيها ايه على طول عارفين الاكل اللي باي حاجة دي هي دي اكلت اي حاجة بالنسبالي طيب خلاص عجنتها كويس ويلا نجيب ورق زبدة مهم جدا ورق الزبدة في وصفة النهاردة هنشوف ليه من غير بقى من دهنه ولا نعمل اي حاجة هو مش هيلزق حتى لو نوعه مش كويس مفيش مشكلة لان اللحمة المفرومة الوحدة بيكون فيها دهون يعني تعالوا بقى نحط نحط حتة كده ونقفل الورق الزبدة ونبتدي نفرد رفيع جدا الحقيقة كل ما بتتفرد رفيع كل ما بتكون احلى بصوك دي نضيفة وما تعبتش تعتبر مفيش مواعين هو الطبق بس اللي عجنت فيه اللحمة المفرومة ومفيش مواعين تاني خالص وصفة سهلة وكمان نقدر نعمل منها كمية ونشيلها مستوية لا اما في التلاجة او في الفريزر لو في الفريزر يبقى لازم تكون عندك لحمة مفرومة تكون فريش عشان نرجعش نجيب لحمة مفرومة تكون مجمدة وبعدين نفكها وبعدين نعمل الوصفة وبعدين نجمدها تاني لأ ما ينفعش بصو كده طبعا دي حتة من الرباميت جرام اللي عندي بصو طبق مليان يعني ممكن تعملي حوالي ستة او سبعة او عشرة حتى من الحجم ده هنشوف هيتل عكم واحدة جبت بقى عندي الساندوش ميكر او صانع الساندوشات من الحاجات المفيدة والحلوة والسهلة اللي ممكن تغذيها في اي مكان ان disadvantage لازم تقف في المطبخ شوف المكان اللي عندك فيه تكييف او مروحة او هو وعود فيه نحط فيه الورقة كده وخلاص هيتس به حوالي خمس دقايق او عشر دقايق قبل ان نسخنه قليلاً ثم اللمبه تكون حمره نضع اللمبه خضره بعد حوالي خمس دقائق يعمل بالكهرباء نتأكد انها استويت بعد ان تستوي تماماً نجيب شوية جبن موزاريلا حلوين وصفة النهاردة انا عملاها مخصوص للناس اللي بتعمل كيتو دايت او لو كارب فلو احنا دايت عادي بلاش الجبنة بس الموضوع بسيط جبنة موزاريلا تكون طبيعية لما نروح السوبر ماركت هنلاقي اشكال وانواع من الجبنة الموزاريلا نمسك كده الكيس اللي مكتوب عليه جبنة طبيعية بدون اضافة زيوت نباتية ونشتريه الناس بتقول لي يا سلوان انت ما بتقوليش لي عن نوع كل حد يا جماعة بلد مختلفة عنده نوع مختلف فلي جيب جبنة ويلاقيها مكتوب عليها طبيعية يستعملها بيخافش ابدا ابدا يعني هي صحية وجميلة كل حاجة بالاعتدال حلو بصو كده تعالوا بقى نقلبها على الناحية التانية ونحط كميان على الناحية التانية شوية جبنة مش معنى مو اكلت بقى دلعة وايه شايفين الورقة دي خلص يبقى الموضوع بسيط جدا هنأكل الايه الوجبة بتاعت النهاردة بالورقة كده بتاعتها هنحطها تاني الجبنة المتزرلة لما بنسبها شوية بتعمل طبقة حلوة شكلها حلو يعني مش بتشد كده لا بتعمل طبقة هنشوف دلوقتي الشكل يكون عامل ازاي هي خلاص كده كفاية قوي بصو لونها حلو الريحة الجنن ومش لازم تقف في المطبخ خالص تخد الجهاز معاك في اي حتة في الرحلات كمان بيكون حلو جدا يعني لو طالعين المصايف خدوا الجهاز ده معاك وعملوا بيه وجبات زي كده ممكن تجهز الورقة ده كده في البيت وتخديم معاك في المصايف تقف في كده ايه تعمليه سندة وتشاد بقى او اي حاجة عايزين تكلو كده مع شوية سلطة يعني صراحة وجبة حلوة جدا بصو بقى الجيبنا المزرلة بتعمل شكل عامل ازاي لما بتقعد شوية يعني بتبطل بقى ان هي تسيح كده لا بتعمل طبقة حلوة جدا طعمها كمان بيكون زريب جدا ودي كانت الوصفة الاولى اللي هي من غنى شويات وتقريبا من غير موعين بقى قل مجهود وطعمها رائع طعمها حلو فعلا تقربوها ما تكتروش البهارات بصو عاملة ازاي اديكم كده حتة بس كده من عالجنب طبعا واحدة حلوة جدا بالنسبة للفرد طبعا المقادير بسيطة يعني هنعمل الكمية اللي عندنا عايزين نعمل كمية اكتر اقل المهم اللي هو كله 400 جرام من اللحمة المفرومة بتاخد ربع معلقة صغيرة من البيكن بودر والمتزرلة طبعا على حسب ما احنا عايزين ديل الوش في الاخر والبهارات ما نكترش هنحط البابريكا نحط بصل بودر ملح وفلفل نحط شوية من السبع بهارات والبردقوش بالنسبة للناس اللي بتسأل ايه هو البردقوش البردقوش ده نوع من الزعتر ولكن صراحة طعمه احلى يا عارفين كده لما بتيجي تعملي البتزا او حاجه بتحطي البردقوش بيديها طعمه احلى من الزعتر انا بحبه اكتر بس كده تعالوا بانشوف الوصفة التانية النهاردة ان شاء الله هنعمل الازة واسهل اكله ممكن نعملها لما نكون جانين عارفين لما يكون ما عندناش مزاج نطبخ او عايزين نعمل حاجه سريعه على طول نيجي على قناة سنسونة سلواء هنلاقي افكار كتير النهاردة هنعمل الوصفة هتكون صفر نشويات وصفر مجهود بس بتلت مكونات مش اكتر من كده لو بنفكر نشتري حاجه جاهزه هنعمل مجهود عن اللي احنا هنعمله النهاردة احلى حاجه بقى ان انا هستغلى عندي باقي حاجات متباقية من مبارح محدش هيكلها حتى من الدجاج كانت متباقية اي دجاجة عندك متباقية سواء كان مسلوق كان مشوي المهم اللي هو يكون مستوي مكونا التالي يكون بيضة واحدة بس واخر مكون معي هيكون نص قباية من الجبنة الموزرلة اللي بتكون طبعية من غير اضافة دهون نباتية وبس كده ملح وفلفل وشوية بصل بودر ومعلقة من الهاريسة عشان برضو نعمل ايه لكهة وطعم جامل جدا مش قادر اقول لكم قد ايه جميلة جدا كل المجهودة عندنا اللي احنا هنمسك قطعة الدجاج دي ونفرومها كويس على قد ما نقدر نخفيها لان هي مش هتبان فاحنا كمان لو ولادنا ما بيكلوش الدجاج او يغلبونا ان هما ياكلوا ااا يعني الدجاج او كده الوصفة بتاعت النهاردة هيحبوها جدا هما الكبار والصغيرين هيحبوها شايفين فرامتها ازاي ده ربع من اااا ربع دجاجة حطيت عليها على طول البيضة والملح والفلفل وشوية من البصل البودر ونص كباية من جبنة المتزرينة وخلص مش هعمل حاجة تاني هقلبها بس عشان ايه اتأكد اللي هي تتجانس تماما وعلى فكرة يعني لما قلب فيها كده هي هتبقى شكلها كده يعني ايه مش هتختلف كتير ومش محتاجة من انا مجبوض اكتر من كده يعني الناس تقول لي ممكن يسالوا نحطها مثلا في محضر الطعام او حاجة لا الموضوع مش مستهب وبس كده نتأكدت خلاص اللي هيتقلبت هسويها بقى في ايه هسويها في الوافل ميكر اللي هو الجهاز اللي بيعمل الوافل سواء كان عندنا القلب بتاعه اللي بيخش الفرن او ده اللي اتنين بينفعه احسن الحاجة بقى اللي احنا نجيب ورقة زبدة ومدهنها انا جيبت ورقة زبدة وديت لها مصحة خفيفة او من الزبدة شايفين اللي هو الجهاز اللي هو الوافل ده احافظ عليه اللي انا دايما احطت ورقة زبدة على الجهاز عشان برضو في التنظيف وميلزقش معينه وصفة النهاردة اكيد طبعا بتلزق هننزل بقى كل الخليط كده بالشكل ده ونبتدي بس كده نسويها على قد الجهاز عشان مفيش حاجة تطلع من بره لو عايزين نقفل من على الجوانب عشان برضو مفيش حاجة تقع معنا طيب احنا قلنا ان فيه معلقة هاريسة هاريسة الفلفل سواء كانت البارد او الحور على حسب ما انتو حابين بتدي طعم حلو جدا 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 انا بحبها وكل شوية اقول لكم هنزل الفيديو مش عارف الفيديو اصلا اروح فين ان شاء الله دور عليه تاني وابتدي ايه انزله لان هاريسة الفلفل من الحاجات اللي بتعمل اضافة للطعم يعني مش متخيلين قد ايه الطعم بيبقى جميل جدا خلصنا كده تعالوا نقفل الورقة ونقفل الجهاز احنا عارفين الناس اللي عندها الجهاز ده عارفين ان احنا لما ننحط الفيشة اللمبة بتكون حمرة ده معناها ان الجهاز الشغل اول ما اللمبة بتكون خضرة يبقى معناها ان هو استوي اللزة اكلها فعلا فعلا هتحبوها جدا بتلت مكونات طبعا عشان هي من غنى شويات فمناسبة للكيتو ضايت اي حد ممكن يقولها من نفسه ممكن ناخد حتى لو احنا حتى بنعمل ضايت عادي مفيش مشكلة ربع قطعة من الدجاج سواء كان اللي هو مسلوك او مشوي بنشيل طبعا الجند والعطن بنقطعه صغير جدا والجبن الموزاريلا والبيضة وبس كده بعد حوالي خمس دقايق بصوا شكلها عامل ازاي الريحة 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 ياريتكو شمين معي الريحة حاجة حيالية الاول كان حسنا في رحة بطاطس في رحة حاجة يعني في رحة حاجة بتتقلي الريحة جميلة جميلة اتمنى ان انتو تشموا معي او تجربوها اموا جربوها لو عندكو حتة كده من الدجاج موجودة بدل ما تتحايلوا على حد يكلها لا 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 مش هتتحايلوا هم اللي هيتحايلوا عليكو ادونا حتة بصوا شكلها عامل ازاي وطبعا ممكن نسويها ونحطها في التلاجة مثلا في اي علبة او اي حاجة وقت ما نيجينا كلها نديها تسخينة تاني سواء برضو في الساندوش ميكر او في الميكرويف او في الطاصة انسخنة زي ما احنا عايزين بصوا الناحية التانية شكلها احلى عشان الهريسة شوية مغمقها وبس كده اروح فين من الريح طبعا دي شوية بقى كده سلطة معها وبقت وجبة فيها كل حاجة ومن بيضة واحدة عملنا كل الكمية دي تكفي تلات افراد يعني ياخدوا حاجة كده ممكن تكون سناك او وجبة غدا كده خفيفة قوي لو احنا يعني مش جعنين قوي لذيذة بشكل مش قادرة قولوكو ادي ايه فعلا لذيذة اتمنى ان هي تكون عجبكو تجربوها اكتبوا لي تحت في التعليقات لما تجربوها شوفكو على خيض ان شاء الله في فيديو تاني مع السلامة شكرا